اشتركوا في القناة في مقر النادي فأهلا ومرحبا بكم باسمكم جميعا دعوني أرحب بمن أسعد بالتواصل معه في هذه اللحظات سعادة محمد اليماحي رئيس مجلس دارة نادي كلبة حياك الله يا أبو سيف بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الجميل وأرحب بكم في ناديكم نادي كلبة الرياضي الثقافي ونسعد بموسم إن شاء الله قادم من خلال قناتكم الرياضية بموسم ناجح إن شاء الله وموفق لجميع فرق أندية المحترفين ونرتقي بكرة الإمارات بإذن الله إلى مصاف الفرق المنافسة على المستوى المحلي والقاري بإذن الله بسيف في البداية إذا ما تحدثنا عن الموسم الماضي محصلة موسم كامل وأنتم يمكن في سنتكم الثانية مدى رضاكم عن المحصلة التي آلت فيها الأمور في مختلف فرق النادي وأكيد في مقدمتها الفريق الأولي كرة القادمة مجملاً نحن راضين كل الرضا عن الموسم الماضي 2023-2024 بما حفل معه وبما أتى به من نتائج وعلى كافة مستوى فرق النادي في البداية نحن بلا شك أن تعرضنا لبعض الظروف المناخية في مدينة كلبا وأثرت هذه بطبيعة الحال على ملاعب الفريق ولكن بفضل الله ثم جهود الجهات المعنية قدرنا نتجاوز هذه الأزمة مجملاً النتائج لو حصرناها بالفريق الأول مثلاً على سبيل المثال توفقنا بفضل الله سبحانه وتعالى للوصول إلى قبل النهاي في كاس سيدي صاحب السمو ورئيس الدولة وكاس أديب أيضاً قبل النهاي مع فرق طبعاً مقدمة وهذا كان لأثر إيجابي على حتى معنويات الفريق وأننا نحن قادرين نوصل لأبعد من هذا المكان على مستوى الدورية بكل تأكيد النتائج في البداية لم ترضينا لكن أيضاً تغيير المدربين واضطررنا لتغيير المدربين والنتائج لم تكن سيئة بهذا السوق ولكن أعتقد ضغط المباريات والمنافسة في أكثر من مصابقة أعتقد هذا كان الأثر الجهد لبذل الفريق والأجهزة المعاونة لهذا الفريق أيضاً توفيق من الله سبحانه وتعالى قدرنا نحصل على بطولة الرديف ووسط منافسة قوية وشارسة من فرق دوري المحترفين لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود الأجهزة الفنية والإدارية التي قامت بالدور المنوط بها واستغلال الفرص قدرنا الحمد لله نحصل على البطولة الأولى في تاريخ النادي وهذا أيضاً رفع من رتم استعداداتنا للموسم القادم أيضاً المراحل السنية في فرق النادي أيضاً نتائجها ليست سيئة الحمد لله نتائج جيدة وكل الفرق وكل المدربين والقايمين عليها يبدلون جهد مقدر ولله الحمد المحصلة من خلال موسم الليفات يعني قدرنا على مستوى المسابقة المحترفين يمكن مركزنا ما كان قد طموح لكن في الكاس لا يعني حاولنا ولكن إن شاء الله الموسم القادم أيضاً ننافس على هذه البطولات ويكون لنا حضوظ في موقع متميز في ترتيب فرق المقدمة بإذن الله بوسيف أيضاً تطرق إلى جانب الظروف المناخية اللي إجت خلينا نقولك تحديداً في النصف الثاني من الموسم الماضي مدى وقوفكم على حالة المرافق الموجودة في النادي خاصة أن نحن مقبلين على موسم جديد والكل يعرف أن مثل ما يقولون الستاندار ركوارمنس اللي موجودة في رابطة دوري المحترفين هي الفيصل دائماً في استضافتك للكثير من المباريات والفعاليات اللي تقام على أرضيتك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهات سامية من صاحب السمو شيخ دكتور سلطان محمد القاسم حاكم اليمبارة حفظه الله قامت الجهات المعنية بإعادة مرفقات النادي إلى ما كانت عليها إذا لم يكن أفضل بكثير من السابق ولله الحمد نشكر من خلال هذا البرنامج الفرق التي قامت بالفعل على تجهيز النادي سترى بإذن الله نادي كالباب بحلة جديدة إن كان على مستوى الفريق الأول أو على سبيل المنشآت تم تجهيز أستاذ الرئيسي اللي راح تقام عليه المباراة بأفضل معايير وبأرقى المعايير حقيقة وهذا شيء يسعد أبناء المدينة التوجيهات كانت واضحة يمكن ضغط الوقت كان عندنا شوي لكن فرق العمل حقيقة قامت بواجبها وأكثر حقيقة يبهرنا العمل اليومي اللي قاعد يصير في الأستاذ وهذه ما هي إلا مرحلة أولى خلال إن شاء الله الأشهر القادمة راح يشهد نادي كالباب تغيير جذري من ناحية البناء التحتية بالكامل وبإذن الله راح نشوف أستاذ جميل يليق بدرة الشرق ويليق بفريق كلباء ويليق بدور المحترفين كما نعرف أن رابطة دور المحترفين متشددة في متطلباتها وهذا هو سبب نجاحها يقودها رجل محنك جدا هو الأخ عبدالله ناصر الجنيبي مع فريق عمله قايمين بواجب حقيقة استثنائية ليس على مستوى المحلي ولكن على المستوى القاري وهذا يسعدنا أن في دولة الإمارات والله الحمد كفاءات عالية جدا قادر أن نتقود مسيرة الرياضة وفي كافة أيضا المرافق الأخرى إلى أبعد ما نتصوره نحن الحمد لله في دولة الخير وفي ظل قيادة تسعى إلى أن تبرز العنصر المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة وهدفها التمييز يعني دائما تجدنا نحن متميزين تجدنا أن نحب الرقم الأول في كل مجالاتنا لذلك يسعدني أن يكون عبدالله ناصر الجنيبي أحد هذه القيادات الرياضية التي أتمنى لها كل التوفيق وبرامجهم مرتبة حقيقة وتعاونهم جدا جميل ومع كل الفرق طبعا ولذلك نحن ناجحين كمصابقات نحن نقدر أيضا ظروف ضغط المباريات وضغط أيضا المنتخب الوطني له الحق أيضا في رزنامة الموسم لذلك على الأندية لا بد أن تستوعب هذا الشيء تقدر ظروف الرابطة عندما تضع جدولة الموسم نحن عايشنا هذا الوضع هم يعيشون طبعا في ضغوط كبيرة مختلف المسابقات أيضا الأندية المشاركة في آسيا أيضا هناك ضغط عليهم لكن الموسم بكل ما تعنيها الكلمة مواسم لخيرة كلها الحمد لله ناجحة وعلى الأندية أنها أيضا تضحي ومن أجل المصلحة العامة طيب بسيف على طاري تضحيات الأندية يعني دايما هناك صراع بين رأيين الرأيين اللي يذهب لأنه تغليب مصلحة المنتخبات الوطنية بما في المنتخب الأول ورأي آخر يقول نحن صرنا في حقبة احتراف والأندية لابد أنه هي اللي قاعدة تتكفل بالمبالغ وتدفع لللاعبين وبالتالي هي التي لابد أن يكون لها الأفضلية في توقيت ذهاب اللاعبين للمنتخبات وأن يقتصد بالك حتى على أيام الفيفا داي بسيف أنت عملت في المكانين فعلى مستوى النادي وعلى مستوى الاتحاد كيف ترى هذه المعادلة شوف عندما تأتي لمصلحة الوطن فتلغى كل المصالح الأخرى المنتج النهاي أنت من الدوري والمنافسة القوية والإعداد القوي للفرق وتطبيق المعايير خلنا أقول لك المعايير الجودة في الارتقاء بكرة الإمارات في المحصلة أنت شو تبقى في النهاية المنتقب قوي يشرف الدولة تبقى فرق أيضا منافسة في آسيا والدليل الحمد لله أن دورينا قوي اليوم تصنيفنا في آسيا من التصنيف المقدمة نادي العين أخذ بطولتكاس آسيا وهذا فخر للدولة كل هذه المعطيات الدوري صحيح الأندية تصرف الأندية تتعب وهذا في كل دول العالم يعني لم يختصر على دوري الإمارات فقط بل في كل دوريات العالم لذلك المنتج أنها أنت اللي تريد تحصلها أن تكون عندك منتخبات قوية تمثل هذا الوطن وتحرز بطولات وتكون على منصات التثويج لذلك التضحية مطلوبة نعم تتضرر بعض الأندية من ضغط المباريات أو تأجيل المباريات لها بمختلف الأمور لكن نحن عايشنا الوضع من يلام يعني هل يلام اتحاد القرآن تلام رابط دورة المحترفين أو تلام الأندية لا هي المصلحة واحدة في النهاية مصلحة المنتخب ومصلحة أن نكون على متصدرين خارطة دوريات خلنا نتكلم عن آسيا لا المنتخبات هي الأولى وفرقنا اللي تنافس على آسيا هي الأولى ولذلك لابد من تضحيات حالات الدوري والمنافسة الشريفة بين الأندية وهي كل المعطيات تخلي كنت تعيش جو تنافسي اسمح لي الدول اللي ما تنافس على آسيا يكون أيضا دوريها ضعيف وحتى الاهتمام الإعلامي قليل ولذلك لا نرغب في هذا الشيء نرغب بأن نكون متصدرين لهذه كل القمم الموجودة في آسيا كما تصدرنا في كل مجالات المكانة العلمية والثقافية والحمد لله بوسيف برجع للمدينة لمدينة كلبة وفريق كلبة هو ممثل المدينة والكل يدرك أن الحالة المعنوية التي تحيط بأبناء المدينة بالفريق دائما هناك حالة من الالتفاف إلا أنه يمكن في الموسم الإطاف يمكن شوي كانوا عتبانين على مركز الفريق تحديدا في بطولة الدوري صحيح الشوف هي أمور متكاملة نحن أيضا لا تنسى أن نتعرضنا ببداية الدوري إلى إصابة مدافع ومدافع الجنبي وجاء المدافع الثاني وانصاب يعني زي ما يقول ضربتين في الرأس توجه أيضا جاءتنا زي ما قلت لك في البداية حالة الضغط اللي عشناها في المسابقتين اللي لعبناها وركزنا عليها الكاس أدت إلى أيضا عامل ضغط على اللاعبين ولذلك تجد فريق نادي كلبة في كل مبارحة انضرد للعب وهذا يعني كانت ظاهرة نحن حللناها مزعجة كانت؟ مزعجة جدا يعني كنا أول ما يصفر الحكم بس ننتظر من ينطرد من اللاعبين للضغوط اللي عشناها نحن ليس تعمد من اللاعبين أو قصور من اللاعبين نتائجنا في الدوري بالفعل هي سببت سبب مباشر أن نحن على فكرة الفريق يؤدي بشكل جميل جدا وكل معظم المباريات والمحللين والنقات يقولون أن فريق كلبة يقدم أجمل مبارياته لكن ما يتوفق دائما نتقدم يعني لو لاحظت أن معظم المباريات نحن نتقدم نحن نسجل وفي النهاية تطلع مثلا متعادل أو خسر هذه الحالة للنتائج يعني مش قصور في المدربين أو مستوياتهم الفنية لكن كنا في كل الحالات كنا مطمئنين لأننا لدينا فريق قوي من حراسة المرمى إلى خط الهجوم يعني من الحمد لله أمور موفقة من عند الله سبحانه وتعالى فقط ليس لنا فضل فيها أن اليوم ترشح ثلاث لاعبين لجوائز الرابطة وهذا ما حصل من قبل يعني اللي هو المهدي قائدي كأفضل لاعب أجنبي وسلطان كأفضل مواهب وعدنا فيليب بيسا اللي هو هداف دوري أديب فهذا أيضا لشيء إيجابي حق بداية الموسم القادم بإذن الله يعني أيضا حققنا الدور الرديف في المراحل السنية أيضا كانت كنا جيدين في معظم الفرق هذه نواحة إيجابية نعم ممكن المركز يعني إحنا طموحنا تعرف في ظل التنافس هذا في ظل اليوم قيمة اللاعبين الأجانب والمقيمين في معظم الفرق الدوري أيضا إحنا وضعنا لا باس فيه يعني لا باس فيه ولكن تعرف الدوري كل ما هي كسنة يعني جودة اللاعبين اختيارات كل الفرق اختياراتها جيدة ولذلك احنا من ضمن هاي من ضمن هاي الفرق اللي تعمل لإنجاح الموسم والإنجاح فريقه فيطمئن جمهور نادي كلبا إننا نحن نبدأ الجهد والتوفيق واختيار أيضا إحنا عندنا جوزة لاعبين والله الحمد جوزة لاعبين على مستوى عالي لكن يبقى التوفيق عند الله سبحانه وتعالى نعم بالله طيب بوسيف نعرج على جزئية اللاعبين نتكلم عن حالة اللاعبين اللي تم انتدابهم من أندية موجودة في الدوري سواء على سبيل الإعارة أو على سبيل الانتقال النهائي نرى أن بعض الأندية تمانع في أن اللاعب يلعب ضد ناديه السابق تحديدا خلنا نقول يعني في الإعارات اعتدنا على هذا الأمر لكن في الانتقال يتكلم من كل أنجزئية تخص كايو اللي كان جاي من شباب الأهلي ما لعب ضد شباب الأهلي تعليقكم أيضا على هذا الجانب وخاصة أن هذا الأمر صار في أندية ثانية على سبيل المثال حتى في نادي النصر مع عبد العزيز صنقور وحمدان الكماري وسعود عبد الرزق هي اتفاقيات يعني أنت تحتاج لهذا اللاعب ويعتمد على علاقتك أيضا بالأندية الأخرى والله الحمد إحنا علاقاتنا جميع عندي الدولة علاقات جدا رقية نوجه الشكر لكل الأندية اللي دعمتنا ونحن نتعاون معها بشكل إيجابي لذلك هذا هو المفروض يعني أقول لك حقيقة المفروض هاي البند خلاص يروح يعني لأن التنافس الشريف والتنافس موجود بين كل الأندية لكن هي من حقها يقول أنه يساعدك أيضا في انتداباتك وتجهيز فريقك فأيضا هناك تفرض بعض الشروط ممكن في أندية تتقبلة في أندية ترفض لهذا نحن لا نحن نشوف هو مصلحتنا في النهاية هو مصلحة للنادي وبالتالي نمشي على هذا النهج نعم لكن على حسب العلاقات الموجودة بين الأندية المدير الفني للفريق تعاقته السنة مع الكابتن فوك رازوفيتش وكان لك حديث سابق أن سعيته في أكثر من مناسبة أن تتعقدون مع هذا المدرب ونجحته هذا الموسم إصراركم وحرصكم على أنكم تتعقدون مع هذا الكابتن شوف كابتن فوك من الكفاءة التدريبية أنا شخصيا صريت عليه من عدة سنوات ودرسناه بحيث أن أسلوبه وطريقة لعبه وأيضا وصوله لمنصات التتويج إن كان في دولة الإمارات أو حتى في الدوري السعودي اللي درب فيه هناك وصل لنهاي كاس خادم الحرمين وجاب البطولة ولعب في آسيا شخص يمتلك شخصية قوية جدا يعني أنا ممكن لم أتعاملت معه قرب لكن لما أتعاملت معه لأرجل يملك الكارزما القوية أيضا أعطاء الفرص للشباب علاقته الممتازة باللاعبين وبالأجهزة المتعاونة معه فرص شخصيته خلال مدة مدة الإعداد متفاعلين في خير إن شاء الله كفاءة تدريبية ما في شك أننا كنادي كالباك كسب هذا المدرب طيب الأجانب اللي في الفريق إذا ما تحدثنا عن القصير الماكر خلنا نقول إنجاز التعبير نقول ما شاء الله تبارك الرحمن على المستوى اللي قدمه الموسم الماضي مهدي قائدي تجديد إعارته لموسم قادم كيف راح يكون مع الفريق وهل نرى من جديد شرط الإعارة يلقي بضلاله في عدم المشاركة أمام الفريق الأصلي زي ما قلت لك احنا تعاونا مع شباب الأهلي تعاون جدا ممتاز وشكر إدارته نعم هذا البند موجود بند عدم اللعب لأنه لاعبهم في النهاية ونحن حقيقة خذنا وقت طويل حتى لأنه لاعب كان مقشب لكل الفريق ومطمع لكل كان داخل الدولة أو خارجها لكن بالعلاقات المتميزة بيننا وبين شاب الأهلي الحمد لله قدرنا أننا نجدد إعارته وهو مرتاح يصل معنا والله الحمد هو أذن يعني حاب المكان وحاب أن يكون متواجد معنا وجاءت أكثر من عروض والكل يعرف هذا الشيء لكن الحمد لله بالصبر والمباحثات بيننا بين شاب الأهلي قدرنا الحمد لله وتوفقنا في هذا اللعب وإن شاء الله يعدي يعني موسم أيضا استثنائي مثل ما أدى العام الماضي وأكثر بإذن الله أردفت الفريق أيضا بلاعب إيراني آخر أتكلم عن شهر يار وجددت الثقة في فيلبكيش وبيسا نعم شهر يار يمكن تأكد لي أو تنفي أيضا جزئية أنه لم يكن موجود مع المعسكر أبو سيف شوف هو لأن الدوري الإيراني خلص شوي متأخر عننا نحن وأيضا الأمور التعاقدية في هذا الموضوع شوي تأخرنا وأيضا يعني قرب ينتهي المعسكر ففضلا لأن يعني بعد ما انتهنا من إجراءات التعاقد بيننا وبين النادي التحق بالفريق خلال عودته لكن كان نجهز هنا من خلال مدرب اللياق المتواجد في النادي والحمد لله إن شاء الله تكون صفقة ناجحة هو هدى في الدور الإيراني للموسمين أفضل لاعب العام ماضي والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى نحن نختار بما يتناسى الفريق وبالتشاور طبعا باختيارة المدرب عرض عليه أكثر من لاعب ولا يعني لا أخفيك سر أن شهريار كنا نحاول نجيبه في المنتصف في الانتقالات الشتوية والسنة اللي قبلها لكن كان مرتبط بعقد كان في صعوبة في كسر العقد لكن الحمد لله هذا الموسم إن شاء الله يكون إضافة الأجنب الخامس مصادرنا تقول أنه ممكن يكون لاعب في مركز الدفاع صحيحة هذه المعلومة إذا تأكدها وتنفيها بالإضافة إلى أن متى راح يتم الإعلان عنه خاصة أن الموسم خلاص يعني على الأبواب شوف يعني إحنا يمكن أخذنا وقت طويل في هذا الموضوع أيضا بالرجوع للمدرب كانت عنده خيارات في هذا المركز وهو مركز الدفاع عرض علينا أكثر من لاعب لكن الآن نحن في اللحظات إن شاء الله الأخيرة من الإعلان خلال هذا الأسبوع بإذن الله وإن شاء الله نتوفق وياه أيضا لكن إن شاء الله راح يشتكم الماله في الأجانب بإذن الله قبل بداية الدولة إن شاء الله طيب المعسكر اللي أقامها الفريق هذا الموسم في سلوفينيا بدأ رضاكم عن محصلة المعسكر والمباريات الودية التي أخذها الفريق أشوف وجه الشكر طبعا للأخوة الإداريين واللاعبين على الالتزام والانضباط الموجود في الفريق كان خارج الدولة وداخل لأنهم في النهاية مثلون أنفسهم مثلون عوائلهم مثلون دولتهم إذا كانوا في الخارج لذلك كل يفخر بهذه المجموعة الموجودة معنا في الفريق حقيقة انضباط لأبعد حدود استفدنا كثير جدا من هذا المعسكر كان البرنامج شوي ثقيل عليهم خاصة هذا الموسم لعبنا مباريات قوية مع الدحيل والفريق السعودي الضمك أعتقد إذا ما يحضرني الاسم وفرق وفريق روماني وفريق سلوفيني كانت مباريات قوية جدا بعد الرجوع من المعسكر لعبنا أيضا مباراة مع فريق عجمان والحمد لله توفقنا في الفوز في هذه المباراة لذلك الاستعدادات من خلال رؤيتنا الحمد لله استعدادات جيدة نعمل أن نقدم موسم استثنائي وما ينقص الفريق إلا بداية صفارة بداية الدور إن شاء الله بصيفة نادي كلبة ومدينة كلبة تحديدا من الأندية الولادة لللعيب المواطنين أتكلم أنت اليوم عندك الفريق عدد ليس بقليل من اللعيب اللي وصلوا لليفل المنتخب الأولمبي إذا ضربنا فيهم مثال وليد راشد ياسر عندك أحمد عامر أحمد عامر تحديدا يعني شفنا في الآونة الأخيرة مشاركات أقلت حتى المعلومات اللي عندنا تقول في المعسكر لا يشارك كثيرا يعني أيضا لو نسلط الضوء شوي على هذا الجامل النادي يمكن ما أعرف ما عندي حصائية لكن نعتقد النادي الوحيد في التولة حاليا اللي يملك لعيبة من أبناء يعني من خريجين أكاديميات النادي هم كلهم أبناءنا لكننا نتكلم عن خريجين نادي كالبار عندك ياسر عندك عيسى أحمد عندك وليد راشد عندك سالم راشد عندك خالد الدرمكي عندك أحمد عامر أخافة سحد كلهم من أبناء أكاديمية نادي كلبه يمكن نادي الوحيد اللي يملك أكثر عدد من أبناء النادي هو نادي كلبه ويمثلون لذلك هدفنا محافظة على أبناء هذا النادي وإبراز المواهب أحمد عامر لعب مهاري ولاعب خلوق جدا وأحمد عامر ما ينقص توقع أي شيء في كرة القدم لاعب يملك مكانيات كبيرة جدا تعرف هذا المركز محجوز معظمة للمهاجم الأجنبي لذلك ما أقول لك نجد صعوبة في هذا الموضوع وهي اختيارات مدربين يعني إحنا دائما نتحدث مع المدربين إن كان كابتن فرهاد وكابتن غازي أو اللي سبقوا في هذا الموضوع هم لهم خيارات أنت في النهاية ما تقدر تزال مدرب على أي لعب وليس من شأننا أن ندخل في تشكيلة الفريق لذلك أعتقد أن المدرب فوق من المدربين اللي يعطون الفرصة للمواهب وأعتقد أننا راح إن شاء الله نشوف كذا لاعب من الشغار السن في هذا الموسم يكون لهم موسم استثنائي بإذن الله وأتمنى أن أشوف أحمد عامر أيضا من ضمن الهدافين في فريقنا وعن مستوى الدوري المحلي طيب بقية الأسماء اللي أيضا تم انتدابها تحدث عن سلطان المنذرية تحدث عن أحمد أبو ناموس وأيضا اللاعب الصربي يوفيتش وأيضا الخالد الأصبحي عبد العزيز الكعبي مدى حاجة الفريق لهذه الأسماء أو المراكز اللي يلبون فيها نشوف إحنا ممكن انتداباتنا أنا أعتقد أنها يمكن انتداباتنا قليلة بالنسبة للمعظم الأندية إحنا اللي هي المراكز اللي إحنا بالفعل نحتاجها لأن الموسم طويل بلا شك أن اللاعبين الموجودين على مستوى عالي جدا نثق فيهم كل الثقة لكن تعرف الموسم تتشارك بأكثر مصابقة تتعرض حتيانا لحالة توقف اللاعب أو طردة الله يبعد الإصابات عن اللاعبين جميعا لذلك انت تحتاج الرديف لهم ولذلك حنا سياستنا لما نختار اللاعب ميق المستوى عن الأساسي يكون ذكة احتياط عندك ذكة قوية يعني نستغرب حين نستغربون لش نتاج الفريق منها وذكة احتياطه هي أصلا المفروض في أندية ثاني يوم أساسيين لذلك نختارها اخترنا بعناية ما استعجلنا واخترنا المناقن فقط اللي نحتاج لها أنه ما موجودة عندنا حقيقة اللي هي مش موجودة عندنا كملنا فقط العدد وليس الكم فاخترنا النوعية الجيدة نسأل الله لهم التوفيق وهم في النهاية أبنائنا وإخوتنا وندمجوا حقيقة بسرعة مع الفريق ما غيرنا كثير من الفريق الأساسي ما غيرنا كثير أضفنا بعض العناصر الجيدة اللي راح ان شاء الله بإذن الله أيضا تفيد الفريق وفيدون المدرف اختياراته أيضا من الأسماء التي تابعناها في فريق كلبة الموسم الماضي براين ريمريز اللي انتقل بعد ذلك وصار اليوم في خورفة كان البعض يتسائل عن سباب رحيلة قياسا بالمستوى اللي قدمه وإن كانت مشاراكاته تعرض لكثير من الصعبات يتصور في الموسم الماضي وجاءت قبل سنة اعتقدر رباط الصليبي ولعب جيد بلا شك كان لعب جيد ونحن حاولنا تفاوض وما وصلنا أكون صريحيا ما في التحفظ في هذا الموضوع يعني ما قدرنا نوصل يا لحل في ناحية العقد ولذلك رحل والبداء الموجودة بكثرة يعني وعلى الله الحمد وصول الفريق في الموسم الماضي إلى السمي فاينل نصف نهاي الكاسين كاسيدة صاحب اسمه رئيس الدولة وكاس مصرف أبوظبي الإسلامي موسيف يضع كماما مسؤولية كبيرة في كلبه وخاصة أن المنطقة حقيقة بعد درع الرديف الكلمة تشوق وكيشوف بطولة في جلبة والله نشوف نحن نشتحد زي ما قلت لك طموحنا أيضا هذا الموسم المحافظة على هذا الرتم يعني أنه نوصل بإذن الله رح نوصل يعني فات علينا طلعنا من كاس أديب ركلات ترجحية وهي أمر توفيقي يضعا عند الله سبحانه وتعالى خبرة نادي العين كانت في هذا الأمر جيدة يعني السنة بنوصل بإذن الله الكاس رئيس الدولة نادي الوصل بطل دوري بلا شك يملك نخبة من لاعبين الجيدين اللي لعبنا معاه في ظروف زي ما قلت لك كان صعبة جدا ما كان أيامي حتى عدنا يعني نتمرق خارج النادي للظروف الظروف الأحوال الجوية احنا بنقول وهي خارج عن إرادة الجميع ولذلك احنا في الأسبوعين للتحضيريين اللي قبل المباراة قبل النهاي كنا نتعرض لظروف جدا يعني الله يعلم فيها فقط يعني ما قصروا الأندية اللي تعاونت مع نسا حقيقة ووجه لها شكر مضمنهم اتحاد الكرة الذي استضافنا في ملاعبة وما أقول لك فقدنا التركيز في هالفترة لكن أيضا أثرت نوعا ما في خروجنا من المصابقة طموحاتكم في نادي كلباء للموسم الجديد وتطلعاتكم وين بدكم توصلون شو التارقة اللي حطيتوه للفريق الأول بوسيف اللي ثقافة الله سبحانه وتعالى وحظمها في إخواني اللاعبين والمدرب التجهيزات إحنا مدفعلين خير حقيقيا وتحدثت مع المدرب إنا إحنا وصلنا أخذنا بطولة الرديف وها بيكون عون لك كلاعبين في الفريق الأول ما نبقى ننزل عن أن نوصل إحدى البطولات إذا لم يكن بطولة الكاس وبطولة كاس عديد إنا نروح للنهائي بإذن الله هذا هدف واضح ومرسوم من بداية الموسم وحق مشروع لجميع العندية ونحن يمكن عرفنا يعني عرفنا كيف الطريق وما ينقصنا شيء والله الحمد كل الأمور المهيئة للفريق من دعم الحكومة والبنى التحتية وجوجة اللاعبين والمدرب وتجهيزات الحمد لله قايمين بما يرضى الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن في الدوري راح نوصل لأبعد بإذن الله ما نحن يعني خلنا التارغيت معنا من ضمن الخامسة ستة الأوائل في الدوري هذا تحدث مع المدرب وبصراحة نحن يعني قدمنا للمدرب كل ما طلبه ولم تدخل في اختياراته في اللاعبين ولذلك عليها أيضا هو يبدل هذا الجهد ويحقق طموحاته الجماهير قبل طموحاتنا نحن زي ما قلت وتفضلت أن الجماهير طالب المزيد ونحن نشتهد و قد ما نقدر نحاول نفرحهم وغيرنا أيضا يجتهد ويسعى لذلك نحن استقرار الفريق متفاعلين فيه من نفس المجموعة ما تغير كثير وحتى الإضافات إضافات يعني هم أصلا مندمجين مع بعض وربع وكذا فطموحات إن شاء الله بإذن الواحد لحد إحدى النهائيات للكوس بإذن الله وترتيب جيد في الدولة كلمة خيرة تحب توجهها لأبناء المدينة لما حبي نادي كلبة خاصة يعني ما شاء الله الواحد من يدخل نادي كلبة وحس الروح الودية الجميلة هذه موجودة وهذا التواصل منك بوسيف شخصيا وإيضا من ولك ثورا بباجي المنتمين إلى هذا النادي ما يميز مدينتنا والحمد اللي هي كل مترابط والكل يسعى لخدمة هذا النادي ونحن نتقبل نقد وبصد الرحب ولذلك تجد أبناء المدينة نحن جزء منهم يعني وكنا في دارة النادي أو خارج دارة النادي نشجع النادي لأن تربينا فيه نحتاج منهم الفتحة القادمة إن شاء الله الحضور والتواجد والدعم أنت تحب النادي ما استعال أحضر يعني تعال أيضا دعمني أنا كإدارة احنا بشغل من ناحية الإدارية لكن أنت كجمهور أنت تعطي تعطي القوة لهذا الفريق أنت تحمل أيضا شعاره مثلما اللاعب يحمل شعاره أيضا المشجع الخارج النادي وهو يحمل شعار هذا النادي لذلك مطلوب منهم أيضا التواجد نعم هم يحبون الفريق فهذا ما في شك ما في خلاف على هذا الموضوع ولا في شك أتمنى أن يكون متواجدين في المدرجات من أول مباراة نتمنى أن شخصيا اليوم اللي يفوز في الفريق صدقا يمكن ما أفكر في في إدارتي أو في إدارتي الفريق أفكر في أن كيف هذا المشجع يصبح فرحان ويصبح يسلم عليك في الشارع ويوم يعني فرحته فرحت الأب والأم والأخت والأخوة المتواجدين في هذه المدينة والله ويما أشوفهم الشارع يتلاقي يعني الفعل فرحاني فأنتمنى أنا أيضا أسعدهم بإذننا بوسيف أشكرك جزيلا شكرا على هذا الحوار الصريح جدا ومن ثمنين وجودك معنا في خلال هذه الدقائق وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق مع الفريق ومن خلال درة الشرق مدينة كلطة أنا شكرا لكم وتعبكم وأنكم تعنيتوا لنا في هذه المدينة التي ترحب بكم وسمحونا على البصور وحقيقة جهد مميز لقناتكم وجميع القنوات لتنقل الدوري متمنى لكم موسم كل خير أنا مقدر لأننا عايز في الوضع مقدر للجاهة الإعلامية تبذل جهد ما يمكن ما يمكن من قل وراء الكواليس بل هي في الواجهة تنقل الصورة صح تنتقد صح ولذلك ستجدون بإذن الله كل تعاون من نادي كلباء مع الإعلام بإذن الله شكرا لك شكرا لك إذن هكذا هي الصورة مشاهدين الكرام في دورة الشرق كلباء ومقر فريقها وممثل المدينة فريق كلباء على مستوى التحضيرات والاستعدادات لموسم قادم يتخلى له الكثير من المنافسات والمحطات الصعبة قادم الأيام بحول الله سوف يكون لنا موعد في المزيد من الزيارات للأندية على مستوى دولة الإمارات إلى ذلك الحين إلى الملتقى